اشتركوا في القناة عجبه ولطيف و الله يسطر من الله يسطر و ضيف لطيف لليوم هو الرائع والمطلق دائماً أمجد حجازين لنشوف اليوم لطيف شو محضر له هيك أشياء خفية وغريبة وعجيبة أمجد حجازين الفخم وينه أمجد أمجد عم بحمي بكم الغرفة كتير مبسوط انه أمجد معانا اليوم لانه إنسان فخم جداً رائع مش بسيك كمان زي كل يوم اثنين رحكون لدينا فقرة الترند رح نحكي لكم أكتر الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وللأسف بجوز هذا الأسبوع كانت الأخبار حزينة ومؤسفة وشوية هيك سمت بدلنا ولكن للأسف رح نحكي لكم عنها للأسف خلونا نبدأ بسلافة اليوم زي ما حكالكم يزيد هي عن شجرة العشاق هلا نحن دنا لكم هيك السلافة بقصة هيك عشان تتشوّع شوية بقولولكم في غابة بشمال ألمانيا اسمها دوداور كان في ساعة بريد عم بتمشى بالغابة فلقى الشجرة هالشجرة كتير لفتت لنظره لأنه فيها سلم فراح تسلق السلم ورزت رسالة في هناك شباك عاملينه أنا كتير عم بأشر لفوق بين إيدي في شباك على الشجرة فساعة البريد زت الرسالة بالشجرة وهي هي قصة شجرة العشاق أنه أنت بتروح بتودي لها رسائل وتحطهم بالشجرة هلأ شو قصة هاي الشجرة؟ بيعتقدوا بأنه هي بتجمع بين العزاب فبخلوهم يتجوزوا فالناس من كل أنحاء العالم بتبعت رسائل لهاي الشجرة عشان أنه أنا والله بتمنى أتجوز واحد طويل وحلاوة ومع مصار كتير فبروح بكتب رسالة وبوديها على هاي الشجرة فبروح بيجيني تاني يوم شخص طويل وحلاوة ومع مصار كتير وبتجوزني هلأ كل الناس بتبعت رسائل فمثلاً فيه واحدة بعتت أنها بدها رجل بيعرفي رقص واحدة من أمنياتها من الشخص بيتتجوزه أنه يكون بيعرفي رقص تيجي أنه في كتير ناس بيعرفوا يتبقوا فيه واحدة برضه بعتت رسالة بتبحث عن رفيق بحب السفر بيتها شخص بحب السفر أو أنت إذا بتحب السفر ممكن هو صير بحب السفر إذا حسابك السفرة ما في أي مشكلة فيه شخص من الصين برضه بعد رسالة وكتب فيها أنه إذا برغب حدا من ألمانيا يكون شريك حياته صيني فأنه ممكن أنه يتوافق مع بعض واي يتجوز يزيل بتآمن بهذا النوع من الخرافات؟ إنه ليس خرافة لنبدأوا حقيقة أبس أنت تصدق أنه سلافة لأحد رسالة أنت تصدق أنا كثيرا أريد أن أظهر على الموضوع من منظور آخر نحن لا تفهمنا أن هذه الشجرة لأن الناس تضبط بعض عليها ولكن كيف حلو لما هذه الشجرة للي عمرها أكثر من 500 سنة قضيها الصوت في هذا البريد الذي كان ساعة البريد الذي كان ماشي بين الثلوج والعنطار والشجر لقح الشجرة هذه أو اكتشفها وهذه الشجرة الوحيدة اللي بالعالم اللي من 1927 ألمانيا قررت تعمل إليها صندوق بريد يعني إحنا متعودين صندوق البريد لشركة لشقة لفيلة فلا عندهم رمز بريدي ورقم صندوق بريد لهذه الشجرة احترموا وقديش هي قديمة هاي الشجرة اطلّوا على الجانب الإجابي فيها إنه آه هو في بلدها يحط رسالة عشان واحد بيوم الأيام يمرق من هاي الشجرة ويقرأها وفعلياً هذا الاشي صار ديش حكي موضة ولكن صار زي واحد من التقاليد فلدرجة إنه هلأ فيه ساعي بريد اللي هو مارتينيز اسمه هو من أكتر عم نشوف الشجرة طبعاً مع بعض هلأ صار هو من أقدم الناس اللي هو ساعي بريد فقط لهذه الشجرة وفعلياً بمشي عشرات الكيلومترات بالتلج بالشتاء إلى آخره عشان يوصل هاي الرسائل والحلو بالموضوع إنه الموضوع مشخخرافة يعني الأبحاث والأرقام سجلت مئات حالات الزواج اللي صارت من ورا هاي الشجرة فأنا هون ديش أطلع إنه آه إحنا بكرا لازم هلأ منتزع عمان نعمل شجرة زي هيك الموضوع أصلاً بزبوطش في جوز عنا رقم مميز للبيع ونصير شغلات غريبة شوية تحت الشجرة بس إنه كيف يحترموها الشجرة القديمة كيف يحترموا ساعي البريد هذا اللي ميشي وراح وعملوا من وراها قصة حلوة صارت معلم سياحي صارت الناس من هولندا من الصين من هذا كله بيعرف عن هالشجرة نحن للأسف في إن معاولم سياحية ما حداش بارف عنها لا بالأردن ولا بره فهم شجرة عملوا من وراها قصة وصار في من وراها سياحة وصار في من ومن 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 فإشي لطيف جداً بصراحة طب لأ بس اللي بدي أسأله أكيد ما رح أبعت رسالة وأقعد أبحث عن رفيفة شوف كيف قرأت أفكاري طب إنت لطيف ممكن تصدق بهذه القصص أو ممكن أنه إنت خاطب بس لو قبل ما تخطب مثلاً أنه ممكن آه والله فيه شجرة بألمانيا ممكن أنتلاقي لي هي الشريك حياتي فممكن أن أروح أبعت لها رسالة تنسيش خطيئة التنشيس لطيف خاطب هلأ فجوابه بس أنا بدي أحكي لك شو قصة الشجرة الخطابة هاي هذا ساعة البريد لما كان رايح مستكسل يوصل للعنوان المفروض يوصل للرسالة ليس بها الغابة زدتها على الشجرة والناس بعدها بلشت تتناقل القصة أنا هاي بالنسبة لهذه الرواية الحقيقة ولأ بالنهاية يعني ما فيه شيء والله أنه أنا بحط بدي سين من الناس وبدأ تزبط معي يعني ما أظن يعني منطقياً ما بتمشي وأنا لا أظن أبعت رسالة لشجرة عشان ألاقي شركة حياتي شوف بإيطاليا لما كنت بإيطاليا عندهم نفورة كثير مشهورة وكل السيحة يذهبون عليها نسيت شو التقليد بس إذا بترمي قرش من كتفك لشمال راح توقع في حب فتاة إيطالية إذا فوق اليمين بتضلق بإيطاليا أربعة راح تتجوز إيطاليا طب الله يا سام حكاً عطيناك أروش شوك المصرية راحوا بالنفورة هاينا قاعدين هاينا رجعت لكم والله عشرة يورو الله وكيلك زدت يا معلف ولا ايشو صابت طيب يعني هي كان بعد شوية من أجواء العشق والحب زدتكم صراحة بأنه داما يزيد بعملها فيه كان بموسم الماضية يزيد شب عزابي أشقر طويل يبحث عن فتاة نوع من حب الانتقام خلونا نطلع فاصل الراجعين ترجمة نانسي قنقر موسيقى